نفذ الطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة تعز اليوم وقفة احتجاجية أمام ببنى الكلية تعبيرا عن استنكارهم لانهيار العملة وارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على مواصلة تعليمهم وشكت طلبة من عدم قدرتهم على توفير مصارف الدراسة والمواصلات في ظل الغلاء الكبير في الأسعار والانهيار الكبير في سعر العملة الوطنية مشيرين إلى توقف عدد كبير من زملائهم عن مواصلة تعليمهم خلال الأشهر الماضية مطالبين بعمل حلول جذرية لهذه المعاناة نحن نطالب بوضع حلول عاقلة إزالة الدهوة الاغصادي الذي أدى إلى أن الطالب الجامعي ليس قادر الروح للجامعة لا ذهابا ولا إيابا بسبب ارتفاع جون المواصلات وذلك بسبب تدهور العملة هناك أيام فيها من محاضرة واحدة وأيام من محاضرتين فلذلك الطالب الذي يأتي من مكان بعيد يكون مصرفه كثير فلذلك اليوم الذي فيه بمحاضرة واحدة يحولها إلى محاضرتين كي يتوفروا وقتا من الطالب الذي يخسر مبلغ مالي كبير في المواصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر